أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الله عز وجل خلق الإنسان وكلفه بالعبادة وعمارة الأرض ثم بيّن الله سبحانه وتعالى أن هذا السعي الذي يسير فيه الإنسان والذي يسعاه الإنسان من أجل تحقيق العبادة وعمارة الأرض هذا السعي لن يقبل إلا إذا كان خالصاً خالصاً لله سبحانه وتعالى فإذا نظرنا في القرآن الكريم نجد الله سبحانه وتعالى يقول وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ثم يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالإخلاص في العبادة والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته أمر لنا وأمر إلى الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يقول الله عز وجل مخاطباً نبيه عليه الصلاة والسلام إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاً له الدين إخلاص الإنسان في العبادة والإخلاص في العمل معناه أن يفعل الإنسان الفعل عبادة أو عملاً من أجل أن يرضى الله عز وجل عنه يفعل الإنسان الفعل ابتغاء وجه الله عز وجل لا أن يقال عنه كذا أو كذا هناك فارق دقيق بين الإخلاص وبين الرياء قد يظن البعض أنه إذا ما وجه إليه شكر مثلاً من شخص على عباداته أو على عمله أو كذا أو كذا أن هذا ضد الإخلاص وفي الحقيقة الفارق بين الإخلاص والرياء إنما يكون قبل العمل لا بعد العمل حينما يقبل الإنسان على العبادة على الصيام على الصلاة على قراءة القرآن أي أن كان ما مقصده من هذا؟ هل يقصد أن يقال عنه كذا أو كذا؟ أم أنه يقصد أن يؤدي العبادة من أجل الثواب؟ هذا هو القصد هذا هو الذي يوجه الأمر إما إلى الإخلاص وإما إلى غير الإخلاص النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ ما نوى هذه النية لا تكون بعد العمل وإنما تكون عند البدء ولذلك تعرف النية بأنها قصد الشيء مقترناً بفعله فعند قراءة القرآن أو عند الصلاة أو عند كذا أو كذا ما المقصد هنا؟ هل المقصد أن يقال عن الإنسان إنه جواد مثلاً أو إنه كريم أو إنه طائع أو كذا أو كذا؟ أم أنه يقصد العبادة من أجل الثواب ثم يأتي بعد ذلك الثناء أو لا يأتي الأمر إلى من يثني خيراً أو لا؟ هذا هو الثارق فالعبرة في الإخلاص عند بدء الإنسان في عمله يوضح لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإخلاص سبب في قبول العبادة أن هذا الإخلاص سبب في نصرة الإنسان حتى على نفسه أو على أعدائه يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها بصلاتهم ودعوتهم وإخلاصهم ثم يأتي التوجيه العام في أهمية الإخلاص عند بدء الإنسان أي فعل حتى وإن كان في الجهاد يأتي التوجيه العام من النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل يسأله وقال يا رسول الله الرجل خرج في الجهاد يلتمس الأجر والذكر رجل خرج مجاهداً خرج في المعركة التي هي أعلى ما يمكن أن يقوم به الإنسان وأشرف ما يقوم به الإنسان هذا الرجل خرج يا رسول الله خرج في الجهاد لغرضينه الأول هو الثواب الثاني أن يقال عنه كذا وكذا إنه شجاع أو إنه كذا أو كذا هنا يشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن هذه الازدواجية وأن هذا الاشتراك ضد الإخلاص فالإخلاص هو أن تكون النية منصرفة إلى الله عز وجل وحده فيقول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل الذي سأله قال لا شيء له يعني لا ثواب له كرر الرجل السؤال مرة ثانية وثالثة يا رسول الله الرجل خرج يلتمس الأجر والذكر ما له قال لا شيء له في ثلاث مرات ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه أو إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه عز وجل إذن أيها المشاهد الكريم إن الإخلاص أمر مهم جدا إن الإخلاص هو سبب نصرة الإنسان على نفسه وعلى أعدائه إن الإخلاص سبب البركة إن الإخلاص سبب حصول الثواب وسبب قبول العمل عبادة كان أو عمارة في الكون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يخلص العمل والعبادة إنه سبحانه وتعالى بعباده رؤوف رحيم إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته